اشتركوا في القناة ايها الحاجب من؟ ايها القائد اعذرني لقد غلبني النعاس غلبك النعاس اثناء حراستك ايها الحاجب اذهب اذهب لقد تم تسريحك من مهمتك اليوم ولكن ايها القائد اسمع انصحك ان تخرج من هنا الان قبل ان استدعي الحرس ليضعوك في السجن بعد ان اخليت بواجبك تجاه السلطان ارجوك ايها القائد سامحني ارجوك لربما تريدني ان اخبر السلطان اذا ما رأيك ايهما تختار انا يليق بنا ثلوب الحراس اليس كذلك؟ نعم نعم اجل يليق بنا ذلك ماذا؟ اهلا اهلا بك يا عزيزي تفضل هل تريد بعض الماء؟ الماء؟ اوه اجل اجل الماء اللقالة اعذرني لم تأخذ حصتك من اللقالة اليوم انا اعتذر انت تعتذر؟ اجل انا سلطان بلادي فنكشان اعتذر اوه وان اردت خذ اللقالة كلها هي هنا خذها هيا خذها اوه حسنا سادس السم في الماء ثم ثم اخرج بسرعة من هنا لن ترتكب مزيدا من الاخطاء يا تمام لن اسمح بذلك شش اهدأ قليلا قد ينتبه قائد الجنود لوجودنا ها ما الامر؟ ما بكما؟ سيسمم السلطان ليحل مكانه لن اسمح بذلك ولكن هل من الممكن ان يكون قد خبأ بعض اللقالي هنا؟ سابحث عنها هنا لا شيء لربما تكون تحت المنضدة ماذا؟ انت هنا يا كبير اللقالي كيف وصلت الى القصر؟ وما الذي اتى بك الى غرفة السلطان؟ وهو يغط في نوم عميق يبدو انك لم تتغير ابداً كلا لم اتغير ما هذا المكان؟ وماذا تريد مني يا كبير اللقالي؟ انت تعرف جيداً ان ما كان بيننا قد انتهى نعم لقد انتهى ماذا نريد منك؟ نريد منك ان تقول لنا ماذا كنت تفعل في غرفة السلطان؟ اتيت للتشاور مع السلطان حول امر مهم اتيت للتشاور معه اثناء نومه وهل وصلت ما الى اتفاق؟ ام انك كنت مشغولاً بامور اخرى كالالئ مثلاً اي امور اخرى هي هذه التي تتحدث عنها؟ لا 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 املك شيئاً اخفي حقاً لا فائدة من اخفاء الامر ايها القائد اخفاء ماذا؟ اسمع لا وقت لدينا لاضاعته لقد كنت تدبر مكيدة لاغتيال السلطان ورأيناك جميعاً تقوم بذلك والاهم اننا رأيناك وأنت تدس السم يا قائد الجنود كاذبان كاذبان حسناً لنفتشه اذاً ابتعد عني ستندم يا كبير الالئ ستندمون جميعاً وما هذا اذاً؟ ومن انت؟ اجب على السؤال ما هذا؟ هذا دواء لالام المعدة حقاً؟ يقول لي حلسي ان معدتك تؤلمك الان لا 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 كلا كلا بلا بلا عليك ان تأخذ جرعة كي تخفف الام المعدة هيا اشرب الافضل لك ان تعترف يا قائد الجنود خاصة وانه قد يكون الهدف مشتركاً فيما بيننا هدفك هو التخلص من السلطان أليس كذلك؟ لاجل ذلك دسست السم في كوب الماء أليس كذلك يا تمام؟ هيا اعترف نحن ايضاً هدفنا التخلص من السلطان اسمع ما يجمعنا اكثر بكثير مما يفرقنا أتذكر؟ لا ادري عما تتحدث هيا تذكر عد بذاكرتك الى ايام جلالة الملك الرؤوف ألا تذكر حين كان والدك يملك قارباً خاصاً به ألا تذكر كيف كنا نغوص انا وانت في عمق البحر اه ألا تذكر ماذا فعل السلطان بكل تلك القوارب ألا تذكر حين احرق نصف القوارب في الشاطئ كنا اصدقاء أليس كذلك يا تمام؟ لم تكن صداقتنا لتدوم بالطبع لم تكن صداقتنا لتدوم لقد تركت قوماً لآلئ والتحقت بدار السلطان تملقت وتملقت حتى أصبحت قائد الجنود وكل ما كان يجمعنا فرقته رغبتك للوصول لم يكن لدي خيار آخر حقاً؟ أنت تعرف جيداً أن قوارب والدي وطاقم غواصيه هي القوارب التي كانت تؤمن أكبر عدد من اللآلئ في المدينة أراد سلطان بلاد فونكشان أن يستولي على تلك القوارب فدخل إلى منزلنا مهدداً بقتله رفض والدي فأرسله إلى السجن وأنا أنا لم يكن لدي خيار سوى أن أذهب إلى دار السلطان ليلاً وحينها إذن أنت تمام بن أبي تمام جيد ماذا أتيت لتفعل هنا؟ أيها السلطان مولاي 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 لقد هل أتيت لترجوني أن أخرج والدك من السجن؟ لقد فات الأوان لقد أمرت بإعدامه ماذا؟ ماذا؟ كما سمعت لقد أمرت بإعدامه اسمع اسمع أيها السلطان ماذا قلت؟ مولاي مولاي لقد أتيت لأمنحك كل القوارب واللآلئ التي ادخرها والدي نعم يمكنك أن تأخذها أن تأخذها كلها يا مولاي لن يكون هذا كافياً من يعصي أوامر سلطان بلاد فنكشان مصيره الموت لا 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 أرجوك أيها السلطان أرجوك خذني أنا خذني إن أردت افعل بما تشاء ولكن اترك والدي أنا مستعد للقيام بأي شيء نعم بأي شيء لإنقاذ والدي أي شيء؟